يسعد صباحكم رح نحكي عن خل التفاح وتنقية الجسم من السموم الاستعمال الشائع لخل التفاح هو تتبيل السلطات ولكن الآن بدأ يشتهر بفوائده العديدة خل التفاح هو مادة طبيعية بتنتج عن تخمر التفاح وكان معروف بالحضارات القديمة عند اليونانيين والرغمان بفوائده الطبية وكان يستعمل لعلاج الحروق ولتطهير لسعات الحشرات ولتنشيط طاقة الجسم ومكافحة الشيخوخة وبيحتوي على أكتر من 90 فيتامين وحمض أميني وغيرها من المركبات مثل الأنزيمات وبكتن التفاح والفلفانويد ومعروف باستعمالاته لتنزيل الوزن وتنظيف الجسم من السموم تناول كميات قليلة منه قبل الوجب الرئيسية من 15 ل 20 دقيقة يمكن أن يقلل بشكل طبيعي من الشهية وبيخلص الجسم من السوائل الزائدة وبنشط من قدرة الجسم على حرق الدهون من الدارج استخدامه من قبل الكثير من الناس كنوع من أنواع الديتوكس بتكمن الفكرة وراء التخلص من السموم في أنه خل التفاح الخام غير المصفة بيحتوي على البكتيريا الجيدة للأمعاء بالإضافة لإحتواءه على الفيتامينات والمعادن والأنزيمات يعود استخدام خل التفاح لإزالة السموم إلى ألاف السنين حتى أن البعض بيزعم أنه أبو الطب أبو قراط روج لصفاته الجيدة من 400 قبل الميلاد الفوائد العام للخل إعطاء الجسم جرعة جيدة من الأنزيمات لدعم نظام المناعة الصحي المساعدة في التحكم في الوزن وتعزيز توازن درجة الحموضة في الجسم بالتالي بتساعد في الهضم الصحي إضافة البكتيريا أيضا النافعة للأمعاء ووظيفتها في الدعم المناعة تلطيف البشرة والمساعدة في إبقاءها صحية والتقليل من ظهور حب الشباب عند استخدامه خارجيا من الفوائد الأخرى أيضا أثروا على سكر الدم في دراسة سويدية نشرت في 2005 في European Journal of Clinical Nutrition أظهرت أن تناول الخل أدى إلى خفض كل من الغلوكوز والأنسلين في الدم لدى 12 مشارك مصاب بالسكري وفي إحدى الدراسات التي عملت على الفئران ونشرت عام 2009 في مجلة بيوساينس بيوتكنولوجي اليابانية كشفت أن الفئران البدينة التي شربت خل التفاح يوميا فقدت وزن كتلة دهنية أكثر من الفئران الثانية وانخفض محيط الخصر ومستويات الدهون الثلاثية للفئران في المجموعات التي تناولت خل التفاح بشكل ملحوظ أيضا في دراسة أخرى قل الخل التفاح من مستويات LDL والدهون الثلاثية والكلسترول لدى 19 شخص بعانوا من ارتفاع نسبة الدهون في الدم تشير النتائج إلى أن تناول خل التفاح بانتظام قد يكون وسيلة جيدة لمنع تصلب الشرايين للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمشاكل القلب خلينا نحكي عن وصفة خل التفاح كديتوكس ممكن نحط من معلقة لمعلقتين كبار من خل التفاح غير المصفة مع 250 مل من الماء النقي ونضيف عليهم من ملعقة لملعقتين من العسل ويمكن إضافة بعض القطرات من الليمون بننصح بالالتزام بهذه الوصفة لمدة شهر لتحفيز الجسم لحرق الدهون والتخلص من احتباس السوائل ممكن تناوله خلال اليوم سواء عند الاستيقاظ أو بين الوجبات للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل قرحة في المعدة مننوه لعدة أمور قبل تناول الخل اتأكد من أنه مخفف بالماء خل التفاح في شكله النقي حمضي وممكن يؤدي لتآكل من الأسنان فاتأكد من غسل الفم بالماء بعد شرب الخل ممكن يتفاعل خل التفاح أيضا مع الأدوية أو المكملات الغذائية المختلفة فمننصح بالفصل ما بين تناوله وبين تناول الأدوية ثلاث ساعات على الأقل الخل ممكن يؤدي لانخفاض مستويات البوتاسيوم إذا كنت بتتناول مدرات البول أو الأنسولين فضروري تستشير طبيبك قبل تناوله ممكن أيضا يسبب بعض الغثيان أو عدم الراحة في البعدة بعد شربه خصوصا إذا تم تناوله في ساعات الصباح لما تكون المعدة فارغة في النهاية أفضل طريقة للتخلص من السمم من جسمك هي التوقف عن تناول السكريات والأطعم المصنعة واتباع نظام غذائي صحي غني بالأطعمة الكاملة تابعونا في حلقة قادمة لمعلومات جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر